وأخيرا خاصية الديبري سيرش أصبحت متاحة الآن بشكل مجاني داخل جيميناي هنجربها النهاردة مع بعض وحنشوف النتيجة بتاعتها والكفاءة بتاعتها يلا بينا نشوف ميزة النهاردة من جيميناي وحنشوف كمان ميزة أخرى عجبتني جدا هقولكم عليها في فيديو النهاردة يلا بينا ما ترحوش في أي حد حنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو ان شاء الله يكون مفيد على قناتك كل اللي عليك ان انت هتخش على الرابط في الوصفة أسفل فيديو هيدخلك على جيميناي من جوجل علشان نجرب مع بعض النهاردة خاصية الديبري سيرش لم هتخش على جيميناي ودوس على الدروب داون ليست أو القائمة المنسدلة هتلاقي في حكتين جداد منهم الديبري سيرش اللي هنجربه على طول دلوقتي وايضا البرسوناليزيشن وده هنذكره بعد ما نشوف الديبري سيرش لو رحنا على الديبري سيرش وفعلنا هذه الخاصية علشان نختبره في عمل تقارير هنا عدت له give me a detailed report about the top 10 AI tools ممكن استخدمها عشان تزاود الproductivity and introduce a free plan بتقدم free plan focus on the pros and cons العيوب والمميزات بتاعت كل واحدة اقصى استفادة ممكن انا احصل عليها من هذه التولز او هذه الادوات هبتدي ان انا هنا اروح ادوس enter وهنشوف اولا الوقت والسرعة بياخد قد ايب هنا بيبتدي يديني البلان او الخطة اللي هو هيمشي عليها بيقولي اول حاجة انا هبتدي ادور في الweb sites هدور في الweb sites اللي عام 2025 اللي هي السنة دي هدورلك فيهم على ال top free AI productivity tools وايضا هبتدي يدور على ال benefits بتاعت كل tool وهيتكلم كمان عن ال pros والcons اللي هي المميزات والعيوب الخاصة بهذه الادوات حياناليز ال results هنا ممكن ادوس more عشان اعرف بالضبط برضو هيديني ايه هيدور في كل reviews وحيقارن وحيعرف ويدي news cases وفي الاخر خلص هيعمل summarization بعد كده هيبتدي يعمل analyze لهذه النتاج ويقدم لي report ready in a few minutes بعد كده هبتدي ان انا اقوله start research ولو انا عايز اعمل edit للبلان دي انا ودست كده على edit للبلان بيقول لي ايه اللي انت عايزة تغيريه في البلان اللي انا حاطتها فممكن هنا اعمل اي تغيير انا عايزة يعني اي تغيير انا عايزة اعمله في النقط اللي هو عطهالي ممكن انا اعملها طب لو انا قريدي مش عايزة اعمل اي تغييره هقول له no any change right now لان طبعا انا قلت له اعمل لي edit هنا هيرجع مرة تانية للشكل اللي كان من قبل اللي هو الطريقة اللي هو حيمش عليها او البلان اللي هو حيمش عليها بعد كده هبتدي اقوله start research هيبتدي ان هو يبحث الموضوع هياخد few minutes هنا initial search for AI tools هيبتدي يدور هيبتدي يفلتر ويفوكس هي deep dive في كل طول هيبتدي يخش في عمقه اكتر هيبتدي يعمل structure ويحط البنية الخاصة به ال report وبعد كده هيددير researching websites السورس اللي جاب منها هيبتدي يعرف potential tools refine حسن هيعمل research in depth اكتر ده next steps هنا بيوريك وماشي ازاي خطوة بخطوة زي ما انت شايف حاجة فونتال جميل بصراحة free plan insights لان انا قلت له ركزلي او دورلي على ال ai tools اللي بتقدم free plan ال pros and cons المميزات والعيوب next research focus خد بلك هو كل ده شغلف الخطوات بتاعت البحث لسه انا ماخدتش اي report طبعا هنا في show thinking و sites browsed انا هخليني على show thinking اشوف طريقة التفكير بتاعته بعد كده هياخد شوية وقت هيخش على free plan capabilities ويكمل بقى عملية البحث بتاعته لحد ما يعمل analyzing results بتدي يعمل لها summarization بعدين يبتدي يحطها لي في report هنشوف بقى report في الاخر خالص بعد ما يتم انتهيه زي ما قلت تم الانتهيه من report اللي انا طلبته report top 10 free ai tools to post your productivity هنا اعطاني ال introduction وبعد كده اعطاني الاول او منشن ال 10 ai productivity شات جي بي تي cloud notion ai author.ai perplexity وطبعا هو بيكلم عن كل واحد بيقول بيعمل ايه بالظبط وgrammarly و notebook lm وMicrosoft co-pilot وreclame ai دي 10 او top 10 ai tools من وجهة نظره بدأ هنا in depth يعني يعمل analysis لكل tool شات جي بي تي وحيديني كل يعني المعلومات اللي ممكن استفيد بيها من شات جي بي تي free plan analysis بالنسبة للخطة المجانية الpros والcones وازاي ان انا استفيد او احصل على اقصى انتاجية واستفادة منه maximizing productivity بعدين نفس الكلام بالنسبة لcloud هيتكلم عن free plan cones pros maximizing productivity notion وهكذا لحد اخر ال 10 ai tools انا نشوف بعد كده هيديني ايه بعد ما يتكلم عن كل واحد في النقاط دي هبتدي يديني comparative analysis شايفيني الجدول وهنا primary productivity benefits بتاعت كل واحد والprimary function الفunction الاساسي بتاع كل اداء هي وهنا key features الموجودة في free plan ان انا اضطل ركزي على خطة المجانية والfree plan limitations حدود free plan هنا conclusion recommendations الخاصين بقى ايه باختيار الاداء الصحيحة اللي هتزود لي productivity بناء على احتياجاتي فدي حاجة في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين بالاخر خالص بقى بيديني resources يعني او المصادر اللي تم استخدمها في هذا التقرير زي ما انتو شايفين تقرير بصراحة يعني اقل ما يقال عنه انه رائع جدا وتناول كل اللي انا عايز في الاخر خالص ببتدي اعمل export لجوجل docs as a new مثلا doc هبتدي انا اعمله export وممكن تاخده copy وتروح تحطه جوه يعني word document زي ما انت عايز طيب نجي بقى للميزة التانية اللي قلتلكم حكلمكم عنها وهي personalization experimental واول ما حدوس على personalization experimental حيقولك ان جوجل حيقولك ان جيميناي بيستخدم history بتاعك علشان لما يديك اجابة يديك اجابة بناء على history ده فبالتالي تكون الاجابة relevant فهنا بتكون related الاهتماماتك لطريقتك في البحث فدي ممكن تستفيد بها بشكل كبير جدا انت حدوس على connect now وتبتدي ان انت تربط history بتاعك طبعا انت قدر تعمل disconnect لsearch history بتاعك في اي وقت تبتدي هنا تسأله هنا ممكن اقوله what is the taste AI tools AI tool in education مثلا today هنا بيقولي this experimental model uses your search history some features aren't available بيقولي that's a great question the PCI tool 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 in education really depends on your specific needs هنا بيقولي for enhancing creativity and content creation هو كده فهم ان انا content creator فبدأ ان هو يديني ما هو متعلق بالcontent creation اذا هو استفاد من search history هنا بالنسبة لي learning والunderstanding اعطاني الشات و language models وانا انا بركز على الشات GPT والcloud والجيميناي فانت هتلاقي الايجابة هنا متعلقة بالsearch history في اي وقت تقدر تعمل disconnect زي ما قلت لك تاني ميزة معي النهاردة داخل جيميناي اتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة كان فيديو صغير وسريع ولكن زي ما انتم شافتم دي بي سيرش فيه حاجة رائعة جدا كمان يمكن يعني تهمني اكتر من ال personalization اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info take for you زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا بلايك والشير والcomment ولو كنت بتشوفنا اول برة ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة